موسيقى مشاهدينا مساء الخير نحييكم في حلقة جديدة بعد 48 ساعة سيبدأ الصمت الانتخابي الصمت الانتخابي يمنع التصويق لهذا أو ذاك لكن لا يمنع التصويق للذهاب للانتخابات نفسها يعني سنظل حتى بعد الصمت الانتخابي نقول للناس اذهبوا إلى صندوق الانتخابات لأن ما اتفقنا عليه جميعا أنه سواء ذهب الصوت هنا أو هناك أنه الحل لإنقاذ مصر هو أن تحتشد الحشود في الانتخابات الرئاسية القادمة حتى نقول للعالم كله أنه الذين شاركوا في هذه الانتخابات أعداد ضخمة تتناسب مع الحشود التي احتشدت في 306 بالتأكيد قبل الصمت الانتخابي يعني ربما تزداد حدة الكلام عند البعض وتزداد المحاولات عند البعض الآخر للتصويق لنفسه لكن ما فيش شك كمان أنه إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم لنتائج التصويت تصويت المصريين في الخارج كان أيضا بمثابة مؤشر عند البعض والبعض الآخر يعتبروا أنه ليس مؤشرا لكن في كل الأحوال هي عينات من كتل تصويتية تعيش في أماكن كثيرة ومتعددة كان فيه طبعا حالة غضب من تصريحات الأستاذ حمدين صباحي اللي قال أنه ربما تخوف المصريون من أنه يتم ترحيلهم من هذه الدول أعتقد أنه المصري لا يمكن أبدا أن يتخوف من ترحيله فيدلي بصوته بدليل أنه في قطر مثلا كان الأجدى بالمصريين ألا يصوتوا خدمة للنظام القطري الذي لا يريد للمصريين أن يذهبوا للانتخابات لكن بالعكس في الدول الدول اللي فيها نفوذ إخواني كبير هذه الدول كانت نسبة تصويت المصريين فيها زادت بالضعف أو ستة أضعاف حتى في بعض الدول عن الانتخابات السابقة مع أنه كان التصويت بالبريد كان من ضمن الوسائل التي يمكن أن يصوت بها المصريون في الخارج الملخص إيه؟ الملخص أنه نتائج التصويت أو حجم الحشود في الدول اللي فيها نفوذ إخواني كان كبيرا وبالتالي هنا لا يمكن أن يقال أبدا أن المصري خايف من أنه بعض الدول التي تتضامن مع مصر سيتم ترحيله منها كمان ربما أخطأت حملة الأستاذ حمدين صباحي في الإعلان مبكرا عن أنه حمدين صباحي تقدم في السعودية ثم تبين العكس تماما ليه؟ لأنه حينما تطلق كلاما مسؤولا ستحاسب عليه وبالتأكيد هذا الكلام أخذ على الحملة كمان لا يجب على حملة المشير السيسي أن تتعامل مع الأرقام المصريين في الخارج على أنها بمثابة الانتصار الكبير صحيح هي مؤشر مهم جدا لا يمكن لأحد أن يتجاهله لكن في كل الأحوال التصويت في الداخل هو الأهم حجم التصويت في الداخل يجب أن يزيد بنسبة كبيرة للغاية وتصويت المصريين في الخارج لا يمكن أن نقلل من أهمياتي ولا يمكن أن أعتبره هو المقياس اللي هيقول لي مين سينتصر في الانتخابات القادمة أو الانتصار سيكون بهذا الفرق أم لا لكن لو أخذتها كعينات لكتل تصويتية في أماكن كثيرة ومتعددة يمكن أن تكون مؤشرا مهم تعالوا نشوف اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أكدت اللي احنا بنقوله ليس إعلانا لنتائج احنا ما بنقولش إعلان لنتائج واللجنة تحذر من هوجة الإعلان عن النتائج لأنه عنينا من هذه الهوجة في الانتخابات السابقة واستغلت استغلالا سيئا بل أنه حتى قضاء من أجل مصر من ضمن ما لحقهم أنهم عقدوا مؤتمرا صحفيا وأعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسي في الانتخابات السابقة